مركز إعلام هذا المساء لإحياء المناظرة الثالثة ضمن سلسلة مناظرات تناولت مواضيع جدلية ففكرة التناظر مبنية على الحوار وتبادل الأراء ومواجهة الحجة بالحجة مهما تباينت المسافات الفكرية والعقائدية وهذا ما سعى إليه مركز إعلام من خلال إطلاق مشروع المناظرة إيماناً بنشر ثقافة مبنية على حوار عقلاني يمثل التفكير النقدي والتحليل القضايا وربما يكون موضوع هذه الأمسية انتخابات 2013 تصويت أو مقاطعة الأكثر احتداماً والأعمق أثراً لجهة الاختلاف والتشظي علماً أن مسألة موقفنا من الانتخابات يتخذ هذه الأيام مزيداً من الأهمية لقرب هذه الانتخابات فماذا نحن فاعلين حيالها خصوصاً أن الأصوات التي تنادي إلى المقاطعة في ازدياد وضع جدالي حتماً يستدعي هذه المناظرة بدون شك يساعدنا في الإجابة على السؤال الفريقان المتناظران ودعوني أرحب بهما أبدأ بطبيعة الحال بالفريق المؤيد للمشاركة في انتخابات الكنيسة السيدة عيدة تومس لمان عضو سكرتاريا في الجبهة الديمقراطية للسلام والمسواة ورئيسة تحرير صحيفة الاتحاد أهلاً بك الأستاذ مطانس الشحادي عضو اللجنة المركزية في تجمع الوطني الديمقراطي وباحث في مركز مدى أهلاً بك وإلى الفريق المعارض والداعي للمقاطعة سيدة ثائرة زعبي عضو لجنة المبادرة لمقاطعة انتخابات الكنيسة أهلاً بك والسيد سهيل صليبي عضو الأمانة العامة في حركة ابناء البلد أهلاً بك أود أيضاً أن أرحب بلجنة الحكم التي تلعب دور الفيصل بين الفريقين بناء على مدى التزام المتناظرين بمبادئ المناظرة وهي مؤلفة اليوم من الإعلامية سناء لهاب الإعلامي نبيل أرملي سلام شرقي بكر ناصر رزين عودي انتهينا من لجنة الحكام ولكن هناك المدربة نجوان برقدار أهلاً بك قبل أن نبدأ أذكر بمبنى المناظرة لدينا ثلاث جولات الجولة الأولى مخصصة للخطابات البناءة عرض مواقف وحجج تعزز هذه المواقف من قبل الفريق مدتها ست دقائق في الجولة الثانية لدينا خطابات التفنيد والرد على حجج الفريق الآخر ومدتها أربع دقائق في الجولة الثالثة نخصصها لأسئلة الجمهور والأجوبة فالتصويت في إعلان النتيجة لكن لدي عدة تعليمات أرجو أن تتقبلوها أولاً إغلاق الهواتف يعني التليفون ميرينش عدم المقاطعة أو التعليق من قبل الجمهور ومن قبل المتناظرين والأمر الثالث التقيد بالوقت المحدد لكل متحدث وإلى الجولة الأولى نبدأ مع الفريق المؤيد للانتخابات هكذا جرت العادة ونبدأ مع السيدة عيدة تومة ومعك ست دقائق للخطاب البناء تفضلي مساء الخير مساء الخير للجميع بودي طبعاً في البداية أن أشكر مركز إعلام على هذه المبادرة التي أعتقد أنه فكرتها حسنة كونها تطرح قضية مطروحة اليوم للنقاش الواسع داخل مجتمعنا العربي ويدور حولها الكثير من التجاذبات مع وضد أتمنى أن ننجح بالفعل اليوم بأن ننقل هذه التجاذبات وهذه الأراء المطروحة مع أنه من الصعب لي أنا كإنسان مؤيد للمشاركة الفعالة في الانتخابات للبرلمانية للكنيسة الإسرائيلي أن أتفهم قليلاً هذا الطرح المقاطع في مرحلة التي نرى فيها أننا نقف أمام مفصل هام في تاريخ الجماهير العربية بشكل عام تاريخ الشعب الفلسطيني والمنطقة بأسرها في الوقت الذي نحن نوشك أن نتقدم لانتخابات حتى الآن جميع الدلائل تشير إلى أن الحكومة السابقة حكومة اليمين الفاشل حكومة العنصرية كما يبدو هي التي ستعتلي سدة الحكم إلا إذا كان هناك عمل سياسي مبرمج وممنهج لإسقاط هذه الحكومة بشكل واعي وبشكل مدروس هذه الحكومة بقيادة بن يمين نتنياهو وبالزمر التي حوله من لبرمن وبراك ليس فقط قادة دعوني أتحدث أولاً عن برنامجها المخطط للمرحلة القادمة نحن أمام حكومة تعد وواضح جداً في برنامجها ضربة عسكرية لإيران هكذا يسمونها أنا أسميها خطر حرب إقليمية في المنطقة بأسرها موازنة مالية للدولة تقوم بسحق إضافة لمجموعات الفقراء والطبقة الوسطى وتزيد غناء الأغنياء استمرار في سياسة واضحة لرفض أي إمكانية للتفاوض أو للسلام مع شعبنا الفلسطيني وتدمير كامل لفكرة إقامة الدولة الفلسطينية من خلال قدم الأرض الفلسطينية وبناء المستوطنات عليها هذه الحكومة تأتي إلى الانتخابات بعد أن أنجزت بوجودها قانون برافر استمرت في سياسة الهدم والمصادرات رأينا ما جرى في بير هداج بالأمس رأينا 40 و42 و43 عملية هدم في قرية العراقيب قانون النكبة الذي أصبح أمر واقع قانون الجنسية أو منع لم الشمل الذي أصبح أمر واقع ويملع ألاف العائلات الفلسطينية من لم الشمل هذا ما سنحصل عليه بصورة أكبر ومضاعفة بعد الانتخابات إذا ما ارتعينا عن ناقف جانبا أنا أعتقد أنه واجبنا الوطني قبل أي شيء آخر أن نتوجه إلى صندوق الانتخابات أولا لصد هذه الحكومة الفاشية خاصة في وضعية 48% من الجمهور الإسرائيلي اليهودي يقول بأنه مع عدم وجود الجماهير العربية في هذه البلاد يقول بأنه لا يوافق على إعطاءنا الحق بمواطني متساوية داخل هذه الحكومة ويصبح هذا الأمر واقع أكثر أو واجب وطني أكبر عندما يكون ممكنا بأن نتراجع عنه في الوقت الذي هو ممكن اليوم هذه الحكومة تتشكل من 64 عضو كنيست 64 عضو كنيست في الانتخابات الماضية نحن صوتنا 50% و52% من الجماهير العربية ذهبت إلى التصويت إضافة 20% من الجماهير العربية بغض النظر ماذا يجري في الناحية اليهودية 20% من الجماهير العربية تصوت للأحزابنا الوطنية بإمكانها أن تقلب الموازين بإمكانها أن تغير التركيب داخل هذه المعادلة بإمكاننا أن يكون هناك حكومة قد لا تكون من الجبهة والتجمع أكيد مش رح تكون من الجبهة والتجمع لكن حكومة بالإمكان على الأقل كبح جماحها من خلال العمل السياسي الواضح أنا شخصيا أعتقد بأنه واجبنا الدفاع عن هذه الساحة ساحة النضال اللي هو من داخل المواطني حتى لا نسمح لأي إنسان بأن يقذفنا أو أي حكومة بأن تقذفنا خارج المواطني حتى الآن نحن تقبلنا المواطني ليس بحبا أو تمسكا أو إيمانا بالفكر الصهيوني والدولة اليهودية وإنما كأدات مقارعة ومقامعة وتصدي لكل المخططات الصهيونية وعلينا بالفعل في مرحلة معينة أن تدافع عن سلاحك حتى لا تبقى أعزل في المعركة شكراً شكراً لك سيدة عيدة هذا هام جداً يعني هناك من يعتقد أن وظيفته الأساسية ومنع اليمين الفاشي من الوصول إلى حكوم وهناك من يطرح أن وظيفته الأساسية هي تغيير قواعد اللعبة كافة تغيير هذا النظام بشكل جوهر ومن هنا الأهدافة ليست فقط صد اليمين الفاشي إنما أكثر عمقاً هذا سؤال المشاركة أو عدم المشاركة هو أصلاً أو أعتقد أن سؤال الأصح هو وجود أحزاب عربية في البرلمان الإسرائيلي أو عدم وجود أحزاب عربية في البرلمان الإسرائيلي لأن المشاركة يمكن أن يصوت الناخب العربي أو المواطن العربي الأحزاب الصهيونية أو الأحزاب ما يسمى قوائم متصلة بالأحزاب الصهيونية ولماذا هناك أهمية لوجود الأحزاب العربية في البرلمان خاصة الطيار الوطني القومي هذا السؤال لازمنا منذ إقامة دولة إسرائيل كطيار وطني وبدءاً من حركة الأرض ومن ثم الأبناء البلد كان في تخبط كيفية التعامل مع وجودنا وعدم وجوبنا في الكنيسة ولكن في التسعينيات عندما دار الهديث عن إعادة بناء حركة الوطنية الفلسطينية في الداخل التجمع الوطني الدموقراطي كان هذا سؤال مهم ومركزي ناقشت التجمع بجدية على مدار أشهر وكان هناك في قناعة أنه لا يمكن الاكتفاء فقط بالعمل اليومي المعيشة للمواطن العربي لأن ذلك سيتحول إلى أسرلة وبالجهة المقابلة لا يمكن الاكتفاء فقط بالطرح أو بالشعرات والتنظير القومي والتنظيم القومي لأن ذلك يعني فيه غيبيات وأنت تبتعد عن الجماهير وعن احتياجات الجماهير اليومية وتتحول إلى حلقة ثقافية وليس عمل سياسي ونظم المجتمع الفلسطيني وكان فيه النقاش يعني هو حسم إلى جانب المشاركة في الانتخابات البرلمانية لأننا أعتقدنا وحللنا أن المجتمع الفلسطيني يمر في تحولات عميقة من حيث عن المستوى الاقتصاد المستوى التعليمي وبحاجة إلى تنظيم قانوني وسياسي يعمل على الأرض يحمل هموم المواطن القومية واليومية المعيشية ويتواجد في البرلمان الإسرائيلي ولكن بما أننا لن نتحدث هنا فقط على الجانب يعني الإشي الفلسطين في الإيدولوجيا يعني هناك أمور عينية ومحاور وقضايا أساسية نعتقد أنه من الأهمية بمكان طرحها هنا لأهمية وجود الأحزاب العربية في البرلمان الإسرائيل هو أمر مش إيدولوجي لا يمكن الإقناع إيدولوجيا بأهمية وجود أحزاب عربية في البرلمان لذلك نحن نستعمله كأداء أداء سياسية واحدة من عدة أدوات متوفرة للمجتمع الفلسطيني في الداخل للعمل لتنظيم المجتمع لتمثيل المجتمع الفلسطيني والدفاع عن حقوق المجتمع الفلسطيني نحن ندري تماما ونعي تماما أننا نكون في سلطة شرعية وليس في سلطة تنفيذية أي أننا لا نتحكم في السياسات بل نمثل المجتمع الفلسطيني في البرلمان الإسرائيلي القائم في هذا الجانب أعتقد أن العمل البرلماني ساهم كثيرا في رفع الوعي السياسي والقومي للفلسطينيين في الداخل منذ منتصف خاصة الطيار الوطن والأحزاب الأخرى لا يمكن تجاهل دور الأحزاب العربية والأحزاب العربية اليهودية في البرلمان الإسرائيلي في الحفاظ على الهوية العربية والفلسطينية والوعي القومي للفلسطينيين في الداخل كما أنها ساهمت في تراجع التصويت للأحزاب الصهيونية أي أننا ساهمنا في منع أسرلت المجتمع الفلسطيني في الداخل أنا أعتقد أيضا أنه تنامي قوة الأحزاب العربية الفاعلة في البرلمان يساهم أيضا في تنامي العمل السياسي بالمجمل يعني المجتمع المدني الجمعيات الأهلية النضال الشعب النضال اليوم حتى العمل القضائي والقانوني قوة الأحزاب العربية تساهم في تقوية الأليات الأخرى يعني أيضا شاهدنا في السنوات الأخيرة أنه فتحة دموقراطية الإسرائيلية يكون بأفضل حال عندما تعمل من البرلمان الإسرائيلي بالكنيسة عندما تتصدى لقوانين عنصرية وتفضح حال قوانين على منابر دولية مفيد أكثر من العمل فقط خارج البرلمان يعني العمل انتبهوا المسيرات النضالية في يوم الأرض في يوم النكبة في أي عملية الحرب على غزة على رأس الحرب دائما الأحزاب العربية بالإضافة لكافة الطيارات السياسية يعني نشوفوا مرات التناقض يعني وجود الأحزاب العربية في البرلمان هو سبب لوجود طيارات سياسية خارج البرلمان عدم وجود هذه الأحزاب قد يؤدي إلى عدم وجود طيارات أخرى يعني هذا كمان هنا الجدلية كمان هناك بعض الإنجازات العينية إذا بدنا نتحدث عن إنجازات عينية للأحزاب العربية في البرلمان هناك إنجازات ولكن أنا أعتقد أنه الأهم هو كبح ومنع يعني التوغل أو التوحش في السياسات العنصرية تجاه الفلسطينيين بالداخل مثلا كل قانون الاقتراح الذي كان قانون وضع لجأنه تعيين لجأن تحقيق الجمعيات الأهلية الذي صحيح لم يتم التصويت عليه في البرلمان ولكن عمل الأحزاب العربية في البرلمان كبح جماح العنصرية الإسرائيلية في السنوات الأخيرة زادت كشف الزيف الديمقراطية الإسرائيلية وهو أكثر فعالية في الساحة المحلية والدولية في الكنيسة الإسرائيلية وما دام لا يوجد هناك أي بديل آخر مثل يعني احنا التجمع الوطن والديمقراط نعتقد أنه يجب أن يكون هناك لجنة متابعة منتخبة أو برلمان عربي منتخب إلى تلك الفترة إلى أن يكون هناك بديل جدي وواقعي لتمثيل الفلسطين وتمثيل مصالحين لا يمكن الاستغناء في الوقت الراهن عن أداة العمل البرلماني لتنظيم المجتمع الفلسطيني تمثيله والحفاظ على حقوقه ومصالحه في البرلمان شكرا أشكراك إذن انتهى هذا الشق والآن إلى الفريق المعارض ليدلي بدلوه بالنسبة للخطبات البناءة تفضلي ثائرة زعبة 6 دقائق أحب أشكر مركز إعلام ليس بس لدعوتي أو دعوتنا كلجنة لعدم تغييب صوت المقاطعة اللي نشوف بكتير محلات بكتير مناظرات كتير مؤسسات عمالها بتغيب هذا الصوت وبتصف هي لعبة لعبة سياسية أو مناظرات بين حزبين تجمع مع الجبهة وأحزاب مختلفة فإذا بنسأل السؤال ليش إحنا منقاطع ليش أنا كفرد وليش أنا كمجموعة أوش أنا بحكي باسم اللجنة المبادرة لمقاطعة انتخابات الكنيست الصهيوني نسأل حال ليش منقاطع أول إشي إحنا المقاطعة هي مش هي أو إشي خيار سياسي جزء من نهج ومن ممارسة مناهضة للصهيونية والإمبريالية يعني إحنا موجودين في مقولة كتير واضحة للمؤسسة الصهيونية لما إحنا عملنا منقاطعها وإحنا مش عم نقاطع هذا بيقول زي كيف ما الأحزاب اللي موجودة في الكنيست الصهيوني بتقول بتقول إنه المقاطعين هن عملهم بيخسروا صوتهم والمقاطعين هن عملهم بيكونوا عم بيختاروا إنهن يعتزلوا السياسي العكس تماما هو الصحيح إحنا بنشوف الكنيست كممثل أعلى من أعلى الهيئات اللي بتمثل الاحتلال وهي الأداء اللي بتقمع الشعب هي نفسها الأداء اللي بتسنى القوانين العنصرية هي الأداء اللي بتهجر الشعب لليوم هي اللي بتصادر الأراضي هذا إشي اللي كمان الأحزاب السياسية اللي موجودة جوات الكنيست بتوافع عليه بس هي بتقول أو بتآمن إنه النضال بيصير من داخل الكنيست يعني إحنا بدنا نناضل نضال برلماني إحنا كمجموعة من آمن في إنه النضال مش ممكن ولا بقيتها شكل من الأشكال إنه يكون من داخل الكنيست يعني إحنا بهذه الطريقة بتواجدنا إحنا عمالنا بنقول للعالم كلياته أو للمحتال عمالنا بنقول له إحنا معترفين فيك وعم نعطيك شرعية لما الشعب المحتال عماله بكون موجود في قلب البرلمان الصهيوني هو عماله بوصل رسالة للعالم كلياته وعماله بقول له إحنا نعطيك أول شيء في هذا الاحتلال إحنا نعطيك أمر شرعي إحنا كانت مزحا النكبة كانت قديمة من سنة خلص خلص اليوم نجرب محسن نحب أن نلعب لعبة الديمقراطية معكم أو هذا الشق الأول فنحن نرفض أن نخرج العالم إسرائيل كدولة ديمقراطية ودولة شرعية وعندما نتحدث عن احتلال طبعاً نتحدث عن احتلال 48 ليس مثل الأحزاب التي هي كل حزب موجود حتى لو أنه ايدولوجياً ومن ناحية شعارات يقول لا نحن نرى أن هذا احتلال بأرض الواقع عندما هو موجود في قلب الكنيسة هو معترف في دولة إسرائيل هو معترف فيها كدولة اليهود عشان يسجل حاله كحزب هو مجبور يعترف فيها كمان شغلة الأحزاب الفلسطينية الموجودة في الكنيسة هي أحزاب اللي هي مسكرة دنيها للجماهير تبعتها الجماهير لليوم بعدها عملها بتتبع هاي الأحزاب 64 سنة وبعدها تتبع الأحزاب هاي الأحزاب اللي هي هاي فيش ولا يتواحد فينا بقدر يختلف على الدور النضالي تبع هاي الأحزاب النضال اللي هو خارج الكنيسة هاي الأحزاب إن كان حزب الشيوع الإسرائيلي أو إن كان التجمع وإن كان كل حركة موجودة هي ناضلة أكيد بس النضال طبع اللي كان برلماني هو نضال اللي كتير اللي هو ثمان عالي ثمان اللي عم بخصرنا إحنا كشعب خسائر كتير كبيرة صورتنا في العالم كشعب محتل اللي عمالوا بناضل من أجل حرية من أجل العودة من أجل أشياء اللي هي أساسية في شيء لها شرعية كون إنه عمالوا بكون في نضال البرلماني شكرا الجماهير اليوم عمالها بتقول للقيادات والقيادات مش عم تسمعها أرجع للنقطة الأساسية عم بتقول لهم إنه إحنا منستحق أحسن من هيك إحنا عم منطالب بأكتر من هيك إنت عم بتطالبوا بالحد الأدنى إحنا عم بدنا نطالبوا بإسمنا بما إنه إحنا إنتوا ممثلين بإسمنا إنكم تحكوا بإسمنا فنطلب منكم أنكم تعلووا الثقف الثقف تبعكم مش بالمستوى المطلوب لإلنا كشعب أو كأي شعب موجود في العالم عم بطالب بالحرية فالثقف اللي عم بتطالبوا فيه هو مرفوض علينا اليوم كجزء من حملة اللي مش هي موجودة في السياق كتير كبير إحنا مش بس نيجي قبل الانتخابات قبل الكنيسة كل أربع سنين منقول هلو إحنا موجودين بس قاطعوا مش هيك إحنا منطلع إحنا السياق كتير مهم إنه الكل يعرفوا إحنا من ناهض ومن نقاوم الاحتلال بشكل يومي أو ضد الصهيونية ومن آمن في إنه النضال بيكون بيكون بالأرض وبالشارع وبكل محل ممكن مجرد بقاءنا في أرضنا هذا بحد ذاته نضال مش عمالي بقولوا فيه نضال أحسن من نضال بس مهم كل الوقت نعلّ الثقف وما يكون إحنا نضالنا برلماني والجماهير هائق والقيادات هاي مرة شي مرة هيكت تسمع شعبها شو عم بيقولها وترتقي لهذا المستوى اللي فيه تطلع يعني متأمل إنه مش نوصل لمرحلة نزيد عدد اللي بيصوتوا بالعكس تماماً إنه بس آخر جملة نوصل لمرحلة اللي فيها العدد المصوتين يوصل للسفر والقيادات نفسها هي اللي توصل لمرحلة تقول إحنا منعذر على إنه إحنا لليوم بعد نعمل نستخدم هاي الأداة إحنا ننسحب وننكمل الناضل في الشارع بكل الطرق الممكنة شكراً مساء الخير وشكراً لمركز إعلام على استضافة هذا اليوم وعلى المناظر الموجودة نحن هنا بخصوص انتخابات البرلمانية وما تسمى انتخابات برلمانية ونقر بالنضال البرلماني هو أسلوب من أسليب النضال مثل ومثل الأسليب النضال أخرى متعددة يتم ممارسته وفق الظروف الموضوعية الموجودة كذلك المقاطعة هي وسيلة من وسائل النضال وهي صوت احتجاجي على الوضع القائم لكن نحن لا نتحدث عن نضال برلماني عادي نحن نتحدث عن نضال عن انتخابات كينيسة وهذه التسمية جاءت من مفهوم ديني يهودي الكنيسة هي مصطلح ديني يهودي وسميت بهذا الاسم لأن هذه الدولة تعرف نفسها كدولة يهودية يعني ليست لا تقربنا كمواطنين بل لا تريدنا أبدا هنا مع أننا أصحاب الأرض وأصحاب الوطن وهم من جاءوا إلينا الكل يعرف أن تسجيل حزب لخوض انتخابات الكنيسة له استحقاقات ومنها ليس الإقرار بهديوتي الدولة بل بشكل واضح مكتوب هناك في القوانين تسجيل حزب أن من يمس بشكل واضح أو مبطن بعدم الإقرار بيهودية الدولة وديمقراطيتها غير مسموح لخوض الانتخابات يعني ليس إقرار بيهودية الدولة بل عدم المس ليس اليوم وليس في المستقبل كل حزب يسجل نفسه حزب في هذه الدولة عليه أن لا يمس بشكل واضح أو مبطن بيهودية الدولة وديمقراطيتها على أن على كأنها دولة طبيعية دولة لا تمارس العنصرية وأي حزب يسجل وهناك بشكل واضح أو مبطن ببرنامجه هناك تحرير عنصري هو خارج تسجيل حزب في هذه الدولة هذا بالإضافة إلى دعم الكفاح المسلح لدولة عدوة أو منظمة إرهابية ولا أدري ما هي أنوال الكفاح المسلح إذا ما قلنا بدعم دول محيطة بنا ونحن جزء من العالمنا العربي ومن يعتبرون جميع فصائل منظمة التحرير وفصائل الإرهابية فوقوفنا إلى فصائل سولسطينية والتباثل معهم يعتبر كذلك لا يحق الحزب أن يخوض الانتخابات أو يتسجل كحزب نعود إلى طبيعة هذه الدولة هذه الدولة قامت ضمن مشروع الحركة السيونية دولة إسرائيل الكهين السيونية قام ضمن مشروع ورؤية الحركة السيونية التي أغلبنا يدري أنها فكرة استعمارية فكرة احتلالية وهي النقيد للمشروع الوطن الفلسطيني هي سلبة الشعب الفلسطيني حقه في إقامة دولته وفرض سيادته والعيش بشكل طبيعي على أرضه وفوق الترابه والكنيسة هي تجسيد المادي لهذه الدولة قضيتنا ليس مع حكومة في داخل الكنيسة بل قضيتنا مع الكنيسة بشكل عام ومعنصات الأنصرية تجاه الجمهير العربية الفلسطينية في الداخل كانت من قبل جميع الحكومات المتعاقبة منذ النكبة منذ أول الحكومة منذ أول الكنيسة والممارسات الانصرية تمارس ضدنا وبشكل متصاعد فليس مشكلتنا مع الحكومة المكونة بل مشكلتنا مع الكنيسة مع تعريفه وهو الذي جاء نقيد للمشروع الوطن الفلسطيني جاء على أنقاض شعبنا الفلسطيني بعد أن قام بتهجير أكثر من 850 ألف فلسطيني في عام 48 بعد أن قام بهدم أكثر من 530 قرية في عام الوحيدة التي تعكس أنها ديمقراطية بحقنا هي فقط في التصويت عدا عن ذلك لا يوجد أي ديمقراطية بحق الجميع العربي الفلسطيني في الداخل فهذه الدولة تمارس كل الممارسات والمبقاط العنصرية ضدنا والديمقراطية فقط تتجلى في انتخابنا بل يدرك أعضاء الكنيسة أن وجودهم في الكنيسة و حتى الصراحهم أو الاقتراحات تقوم الخارجية هذه الدولة في تصويرها ونشرها في العالم لتظهر وكانها ديمقراطية وكانت أخطر مرحلة حتى حينما سمحوا وكانت الدكتور عزمي بشارة أن هناك إمكانية أنك تترشح لرئاسة الحكومة في ظل القانون الذي كان الانتخاب المباشر حبذا لو تنهي حبذا لو تنهي لو تنهي يعني معك هذه رؤيتنا للبرلمان وليس ضد الانتخابات البرلمان أنا بس هذا ليس برلمان هذا اسمه كنيسة يهودي هك اسمه هك سموه شكرا اسمه نتوقف هنا بهذا انتهت المرحلة الأولى من هذه المناظرة بعد الخطبات نحن في مرحلة التفنيد وانتقل إلى الفريق المؤيد وننتقل إلى السيدة عيدة أربع دقائق هذه المرة أربع دقائق أريد فقط أنا أقول يعني أنه في بحث جرى حول أسباب عدم التصويت بين الجماهير العربية اتضح أنه تقريبا نسبة من لا يصوت لأسباب أيدولوجية بمعنى إنكار وجود أو عدم الاعتراف في الدولة هو 2.9 من اللي بيصوتوش واللي بيصوتوش لأسباب سياسية بمعنى احتجاج على السياسات الموجودة هن 51.3% ولا مبلاء 14.6% وآخر يعني لأسباب عديدة من ضمنها أنه بريت البلاد وأنه كذا وأنه كذا 31.2% بمعنى عندما يقال الناس تريد الجماهير تقول للأحزاب لا نريد أن نصوت عن أي جماهير بنحكي الجماهير التي تريد يعني بنقال أنه الجماهير ما زالت تصوت وراها هاي الأحزاب وكأنه الأحزاب غاش اشتع أنا أعتقد أنه يجب إعطاء الثقة بأنه جمهورنا جمهور واعي وجمهور عرف أن يحمي نفسه خلال 64 سنة من مؤامرات كثيرة وعرف أن يقف على رجله بعد نكبة وأن يدافع عن نفسه في ظل سياسي عنصرية مقيتة لا يمكن أن يجري التعامل معه وكأنه في مجموعة أعضاء كنيسة والله ضحكنين على هالناس وكل مرة بجروه على الانتخابات هاي أولا ثانيا عندما نتحدث عن يعني وكأنه العمل البرلماني وكأنه من يذهب إلى البرلمان ليس لديه عمل شعبي هذا غير صحيح أثبت أن من يقود العمل الشعبي وأنا أتحدث هنا أيضا كبندوبة عن حزب الحزب الذي تمثل دائما في البرلمان قاد أكبر نضالات شعبية لجماهيرنا العربية وساهم في بناء وأبادر إلى بناء مؤسساته الوطنية الشعبية وقاد الكثير من عمليات التصدي للحروب والسياسات الحروب والاستيطان ولا الدفاع عن شعبنا الفلسطيني فما أحد يقول لي أنه اللي بيروح على البرلمان وكأنه يعني رح يخاف يتضامن مع الفصائل الفلسطينية ولا القضية الفلسطينية من يقود حملة ليست تضامن وإنما النضال إلى جانب شعبنا الفلسطيني تاريخيا هي الأحزاب أولا الحزب الشيوعي ومن ثم الجبهة ومن ثم وقية الأحزاب اللي موجودة في البرلمان وطبعا الحركة الوطنية أنا ما بقول إنها ما بتشارك بس إحنا منحكي على من يقود بالفعل ومن هي العمل الكبير النضال البرلماني لا يغلل لا يلغي العمل الشعبي بالعكس العمل الشعبي يجب أن يعزز العمل البرلماني رد آخر فقط يعني من يقول أن من يخوض الانتخابات وكأنه يقول تناسينا النكبي وتناسينا ما يجري لشعبنا أنا أعتقد بأنه وأنا لا أوازي بين جميع أعضاء الكنيسة العرب لكن أعضاء الكنيسة العرب الذين يمثلون الخط الوطني وأخص بالذكر أعضاء الجبهة لم يتناسوا النكبي وحتى الرفاق اليهود عندما ماير فلنر وتفيق طوبي كشفوا مجزرة كفر قاسم من على منبر الكنيسة كان هذا أكبر عمل احتجاجي ونضالي يمكن أن تقوم به أي حركة فما حدا يعني يقول وكأنه تناسينا النكبي من عزز الوعي لهذه النكبي ومن أدخل للرؤوس حتى الصهيونية أنه هناك من يعارض ومن يحتفظ بهذا الحق هم أيضا أعضاء تواجدوا داخل الكنيسة وخاطبوا بهذا الخطاب على مر السنوات إلى حين تحول إلى شيء مثل نقطة الماء اللي بتنزل على السخرة وبتحفر فيها أنا أعتقد أيضا أن من يتحدث عن يهودية الدولة يجب أن يعي أيضا في الوقت ذاته أنا شخصيا من الناس اللي لا أريد أن تكون هذه الدولة دولة يهودية أنا أريد هذه الدولة لجميع مواطنية وليس فقط جميع مواطنية جميع مجموعاتها القومية أيضا مجموعاتها القومية اللي مش موجودة أنا بعرف ليش عمالك بتتقفلي وأنا مش والصود في ذتها لأنها مش موجودة في برنامجكم ما شف شعاركم فعمليا أنا لا أريد هذه دولة دولة يهودية ولكن إذا كنت لا أريد هذه دولة يهودية وأنا 20% يعني إحنا مش منقاطع زي في جنوب أفريقيا لما السود قاطعوا في جنوب أفريقيا كانوا أكثرية مقاطعتهم كان لها وزن مختلف اليوم لما منقاطع وإحنا 20% إحنا نهمش وإحنا منوافق طوعا أنه ندخل على زنزانة العزل السياسي وعدم التأثير في هذه الدولة وأنا أعتقد أننا نرتكب جريمة بحق أنفسنا إذا نقوم بهذا العمل سيد مطانس أعطيك العافية يعني أنا بوافق مع غالبية إدعاءات زميلتي ولكن بحب أضيف يعني أنا لم أقتنع بإدعاءات الطرف المنادب المقاطعة أنا أرى أن هناك حملة مقاطعة تأتي موسمية في فترة الانتخابات لا يوجد لدينا مشروع مقاطعة يعني في حال وجود مشروع مقاطعة مع طرح بدائل يمكن الحديث وبناء نوع مختلف من النضال يعني إذا تكسر أدوات النضال الحالية يعني لا تريد أن تنطلق من أو يعني تبني على صقف أدنى أو صقف المواطنة تختلف الأدوات ولكن لا أرى أي مشروع نضالي آخر هناك تكامل ما بين الأدوار بالعمل برلماني والعمل النضال الخارج برلماني يعني أنا أعطيني مثل واحد في الأحزاب العربية لا تشارك في نضال غير برلماني أو خارج البرلمان أنا بحب تنطوني مثال أنتو كلتو الأحزاب العربية تدفع ثمن في قبولها دموقراطية إسرائيل وكأنه تروج للدموقراطية إسرائيل بالعالم أعطوني مثال واحد على ذلك أنا أختلف كان فيه مؤتمر ديربين كان فيه مؤتمر مناهضة صحيوني والأنصرية وقسم الأحزاب العربية حضرت هاي المؤتمرات صحيح مش الكل لكنها موجودة اليوم من ينادي بمقاطعة إسرائيل يعني المقاطعة هناك قولين تمنع أصلا هاي الخطاب ولكن بعض الأحزاب تطرح هذا الموقف كعقاب لإسرائيل وإذا أردنا أن نمشي على هذا المفاهيم أن كل ما تقوم به الأحزاب العربية يوفر شرعية لديموقراطية إسرائيل إذن هاي الندوة أيضا توفر شرعية لديموقراطية إسرائيل لعمل الأهل يوفر شرعية للديموقراطية إسرائيل للصحافة طبعا في عندك حرية صحافة عربية بين أقواص هي توفر أيضا شرعية للديموقراطية فلاش نقيسها إحنا أنه كل شيء أصلا الجمعيات الأهلية لا يمكنها أن تنفي الجمعيات الأهلية المسجلة لدى مسجل الجمعيات لا يمكن أن تعمل بما يمس يهودية الدولة أيضا هذا القانون نص القانون بالنسبة لك كمان أيضا يعني هاي قضية أنه معظم يعني أنتوا شايفين حالك بيتمثلوا غالبية المجتمع العربي تقولون أو تدعون أن غالبية المجتمع العربي لا يريد الانتخابات أنا بفكر أنه غالبية المجتمع العربي بده أحزاب عربية أقوى بده تحسين الأداء البرلماني بده تحسين أداء النضالي بالمجمل ولكنه لا يريد أن يعاقب الأحزاب هاي الطيرات الوطنية والطيرات الحزبية المجتمع العربي لا يريد أن يعاقبها والنهاية يعني أنا أستغرب أحيانا أنه كيف يمكن أن يكون أنه تطرح قوانين في البرلمان الإسرائيلي تريد أن تمنع بعض الأحزاب العربية من أن تكون في البرلمان وهناك أصوات داخل المجتمع العربي أيضا تطالب بمعاقبة الأحزاب العربية وعدم وجودها بالبرلمان طبعا المنطلقات مختلفة ولكن لا يوجد لدينا مشروع مقاطعة لا يوجد هناك أغلبية بالمجتمع العربي تريد أن تقاطع الانتخابات مثل ما حكت عيدة هناك الدراسات والاستطلاعات توضح هذا الموقف وقضية الشرعنة الديمقراطية الزائفة أثبت أنه من أحد الوسائل الهامة هو فتحة من خلال استعمال الأدوات المزيفة التي توفرها إسرائيل على العكس يعني قد يكون الدعاء أنه طب كيف تدى أنه إسرائيل غير دموقراطية وأنت لا تستعمل ما توفره من الدموقراطية أنت تضر بنفسك بهذه الحالة ويعطيكم العافية بدي أحكي أنه حكته عيدة على موضوع الخوف والقلق كثير من أن الحكومة تكون فاشية أكتر وأن الحكومة تكون أكتر يمينية هذا الخطاب وخلينا أستغرب شوي صغيرة خطاب الأحزاب يعني هيك في تخوف عند الشعوب العربية الجمهير العربية وكأن الحكومة تكون أكتر فاشية طب ما هي يعني إيش عم نحكي عن وين إحنا بسويسرا يعني مثلا إحنا يعني متأسفة على اللهجة اللي عم بحول أمسك حالي كمان تكون لهجة كتير هيك مش تهكمية عشان إحنا في مناظرة وعنجد مش بمحل تبع مزاودات مش بقيتها بمحل بس أنا يعني إحنا مش بسويسرا هذا مهم نعرف وإحنا تحت احتلال لأ أنا بدي الحكومة تكون أكتر فاشية هي حقيقتها للحكومة إذا بدنا نضل نطالب هيك إنه الحكومة تكون ألطف وتسن قوانين أقل عنصرية وتكون أجمل وحط حمرة أحلى هذا مش حكي واحد محتل هذا حكي خطاب اللي هو أكتر إسرائيلي يساري أنا مش بش حالة إسرائيلية يسارية بشوف حالية سريئة بس مش إسرائيلية ولا مرة هيا من ناحية النوطة الثانية اللي بدأ أحكيها على أنه إحنا أقلية وعشان أنك مفعش نطالب في مقاطعة إحنا مش أقلية هيا خدعة إسرائيلية إحنا أكترية إحنا شعب محتل اللي ظل هو أقلية لليوم وبعد عماله بتهجر بس إحنا مش أقلية بس المشكلة الأحزاب عم تفرد على الجماهير إنها تتصرف كأقلية كأقلية مقموعة ومهزوزة ومذلؤولة إحنا مش أقلية ومهم أنه إحنا نشتغل وصوتنا عالي أو لا أنا ما قلتش إنه الأحزاب متناضل بالشارع لا أنا بالعكس أكدت عإنه هاي الأحزاب جدا وطنية ونضلاتها اللي هي مش برلمانية هي كتير نضلات مشرفة ومش من اليوم بس اللي عم بيصير اليوم هو إشي اللي سعب إحنا كشعب فلسطيني نضلنا ساكتين على القيادات إن كان بالسلطة الغيروطنية الفلسطينية وإن كان في الأحزاب العربية الفلسطينية داخل الكنيسة إنها تحكي باسمنا يعني أنا شخصيا يمكنني قبلته وأنا أصغر بالجيل اليوم أنا برفض وبكل محل بطلع وبحكي هاي الأحزاب وهذه القيادات بتمثلنيش أكيد أبو مازن بمثلنيش أكيد أبو مازن اللي باع صفض ذاك اليوم بمثلنيش بس كمان الأحزاب العربية كمان الأحزاب العربية هاي معترفي بأوسلو ومعترفي بالكنيسة ومعترفي باحتلال 48 بالنسبة لها كلها تشرعي أنا برفض كإنساني وككولكتيف إنه أية أحدة يحكي بإسمي بدي نكمل الناضل كل واحد بطريقته كل الحزب الحزب الشيوعي يناضل نضال عمالي نضال صادق نضال كذا الحزب التجمع يناضل نضال قومي الحزب اللي بعرفش إيش كل واحد يناضل على طريقته بس بس مش دخلي الكنيس دخلونا نناضل و واحدة من أهم طرق و سبول أسليب المقاومة اليوم هي المقاطعة مقاطعة إسرائيل مش بس الكنيس التبعها مقاطعة دولة الاحتلال بمؤسساتها بكل شيء تاني مقاطعتها بالممارسة المقاطعة إحنا بعرف أنه ممكن جزء منكم يطلع علي يقول أوكي عم تحكي إشيء مش واقعي كون إنه إحنا سكنين هون يعني احتلونا و أعدلنا يعني مش مش بكرة طالعين من هون يعني لازم شوية نقاوم هنا عشان يطلعوا من هون فطب إيش إيش نساوي طب إحنا مواطنين سؤال طبع المواطني مش مواطني فآه يعني إحنا دافعين ضرائب وهن مش ممننين علينا ولا بأيات إشي حوالي إيق مش ممننين علينا ولا بأيات إشي كون إنه عمالهم بيعطونا حقوق هن طبعا إيشي أساسي أنه نربط بين الحقوق والواجبات هن الموجودين في أرضنا نحن نكمل نقاطعهم ونكمل نقاومهم بكل الوسائل الممكن وشكرا حكومة حرب حكومة إغناء إغنياء حكومة هدم حكومة قوانين عنصرية كل حكومات إسرائيل منذ نشأت حتى اليوم هي حكومات حرب وحكومات إغناء إغنياء وهدم بيوت بل كانت هدم البيوت في السابق أكثر مصادرة الأراضي أكثر وقوانين عنصرية أكثر وكان هناك حكم عسكري عنا أهلنا منه وأين ما هو الواجب الوطني أي وطن هل أنا وطني هذه الدولة أو وطني الشعب الفلسطين واجب الوطني في الدخول إلى الكنيسة ندرك أن الأحزاب العربية ليست في سلة واحدة وغير متشابعة هناك تفاوض ولا ندعي أن الأحزاب غير مناضلة أي عضو كنيسة إن كان على سبيل المثال محمد بارك اليوم عدو كنيسة أخرى سنتين بدوا يستقيل مش معناته أنه بطل يناضل بناضل وندرك الأحزاب خصوصا وجود الحزبين الموجودين هنا التجمع والجمع الديمقراطية هي أحزاب تعمل على مدار كل فترة ونحن نعمل على مدار كل فترة هي ليس بالدعو للمقاطعة ولكن بالدعوة لتنفيذ المشروع الذي نحمله ويقام الدولة الديمقراطية العلمانية كما الأحزاب التي تدعو للانتخابات والتصويت هي لا تدعو على مدار الأربع سنوات تدعو قبل الانتخابات بفترة واجزة بعد الانتخابات لا يدعو الجمع للخروج للتصويت كذلك مسروع المقاطعة يكون قبل فترة الانتخابات جميع القوميات في دول الأخرى القوميات تختلف عن القوميات الأكثرية حقوقها غير مرهونة بوجود ممثلين إلها داخل البرلمان حقوق المواطنين في أي دولة دولة احتلال دولة طبيعية دولة احتلال الكلونيار دولة احتلال الأسكري مسؤولية الجهاز ومؤسس الدولي إعطاء الحقوق للمواطن هذه حقوق أساسية والقضايا اليومية هي مسؤولية أكثر هي مسؤولية السلطات المحلية وليس مسؤولية أضاء الكنيست أضاء الكنيست أو البرلمان هو مسؤوليته في رسم السياسة العامة وهناك إجمع القضية ليس مع حكومة هي القضية مع الكنيست تركيب الكنيست وال الأحزاب اليهودية هي في توجه عنصري أكثر في السابق من كان يدعو إلى ترانسفير كان ممنوع من أن يكون داخل الكنيست اليوم أصبح مشروع الحكومي هذا شكل عام هناك إجماع في القضايا الأساسية تجاه الجمهور العربي الفلسطيني في الداخل إجمع من قبل جميع الأحزاب على يهودية الدولة على قضية الصراع على الأرض على قضية هدم البيوت كان حكومات ما يسمى يسارية وكان حزب العمل في السابق حزب العمل والليكود أو حيروت يسار ويمين اليوم حتى ميرت بطل طابر يسارية هي تتهمونها أن يسارية إن شاء الله لا تقول ما هي التسمية التي تسمونها أننا يساريين نحن صفحنا من 11 عضو الحزاب العربي ومن 11 عضو لا يمكن تحقيق أي إنجاز أساسي للجمهور العربية عبر هذا المبنى على الأقل دعنا مرة نقول تجو أسلوب احتجاجي أسلوب احتجاجي نقف هنا لأن الوقت لا يسمح بأكثر من ذلك وإلى المرحلة الثالثة وهي مرحلة توجيه الأسئلة للفضيقين من قبل الجمهور نريد فقط أن أوضح أن يجب ونطلب تحديد الجهة أو الشخص لدى طرح السؤال كذلك يرجى التقيد بترح سؤال مختصر وواضح وليس مداخلة وأيضا الآن السؤال يتجاوز دقيقة وأكدا أشدد أن نناقش المضمون وليس الأشخاص تفضل مش شايفين أن المعارك الانتخابية اللي صارت اليوم أو اللي عم بتصير اليوم بالجامعات إذا كان بالجامعات أو إذا كان بالشارع أو إذا كان في أي معركة انتخابية عم بتصير أكتر من اللزوم ما بين عربي عربي مش عربي صهيوني شكرا كنيست هي ساحة نضال معين لجمهة العربية والأحزاب طيب الوقاعة على أرض الواقع تثبت بما لا يدع مجال للشك وجود أحزاب كبير ذات قدرة أكبر على الحشد على تحقيق إنجازات على الصعيد الوطني تفوق ما حققته الأحزاب الموجودة في الكنيست فلماذا لا نجري مقارنة معينة ولا نراجع نفسنا بما يتعلق في هذا الموضوع يعني نحط موضوع الأحزاب غير الموجودة في الكنيست وهذه المؤسسات والأحزاب الموجودة في الكنيست وماذا حقق هذا وماذا حقق هذا من أجل الخروج بموقف معين ثم ماذا حققت يعني الأحزاب موجودة في الكنيست على صعيد القضايا الوطنية خاصة وفي خلال خطب بعض عضاء الكنيست بتكون الجرفات بتهدم في إم الفحم أو في عرعرة أو في الناصري شكرا وفي التصويق بشكل عام عند كل العراب صارت تنزل ولكن يمكن شيء عاطل يمكن قسم كبير من هين كان يصوت للأحزاب الصهيونية وبطل كان في مشروع أو طريقة عندكم من خارج الكنيست أو شو هي المشروع شو هي الطريقة من خارج الكنيست اللي كان فيها الاستقطاب والسيطرة على هذا الوضع اللي كان متجه يعني كان نحو الأسرة ليه نعود نرجع الدفة الفلسطيني كمان شغل فهمت من مأكلات الفريق المعارض انه يعني نسبة المصوطين تصل للسفر يعني هذا أنا هذا اللي فهمته من المشروع يعني انه اذا كان فيه المشروع هو نسبة المصوطين العرب للأحزاب لنسبة تصويت العرب بالكنيست تصير سفر مش عارف حاسس انه شوية مش منطقي و بدي شوية أقوى مرحبا اسمي شادي مرعي بدي اوجه سؤال للفريق المعارض بدي اسأل هل فيه مشروع اللي بضمن تحقيق او تحصيل خدمات او امور خدماتية للشعب للناس لانه اليوم كمان كان فيه نقاش سياسي حامي ولكن من ناحية اجتماعية الناس كتير تسأل عن الخدمات اللي ممكن تحصل عليها من خارج الكنيسة كيف ممكن تحصل عليها لما انت امام الدولي خلينا نقول عم بتحاول تحصل على نفس الامور اللي عم بحاول يحصل ها بداخل الكنيسة ولكن بكيان منفصل وهي سياسي مش مخبة يعني الدولي كيف ممكن يحصل هم ناشي اسلام الكنيسة هي مؤسسة صهيونية اللي بنحلف فيها يمين الولاء لا إسرائيل طيب فيه قانون موجود اليوم انه حتى السلطات المحلية وعضاء السلطات المحلية كمان بيحلفوا اليمين الولاء وحتى عضاء النقبات إن كان محميين أو أطباء كمان بيحلفوا نفس اليمين وأنا بعرف أنه فيه أعضاء بلديات كمان موجودين عن أبناء البلد فلأي درجة هذا هذا التناقض موجود سؤال لأي درجة تناقض موجود سؤال الثاني هو عيدة تومة فيه إحصائيات كتير تلعت بالفترة الأخيرة إنه الشارع اليهودي عم بيروح نحو اليمين أكتر لأي درجة أنت بتشوفي إنه أكتر من ستين سنة من نضال الحزب الشيوعي هذا النضال حقق أهدافه شكرا مؤير للست عيدة بتحكي إنه أنتو انتقلتم الأحزاب العربية من نضال الشعبي بالشارع للكناسة هل هذا الانتقال أثر على وجود العرب بالدرجة وشارعية وتحتاج إلى النقاش إحنا ما في حضا بربط قضية موضوع الحقوق والواجبات أو الأقليات والمواطنين مع وجودنا بالبرلمان يعني مش هذا الإدعاء الإديولوجي الإدعاء إنه نحن بالبرلمان كأداة لمواجهة الصهيونية لتحدي الصهيونية لتحدي الجوهر اليهودي لدولة إسرائيل وجودنا يؤثر أنا أفكر وجودنا يؤثر خاصة يعني ما خالي نكون واضحين مع بعض إخوان إحنا منؤثر على مجتمعنا من خلال البرلمان نشوف التناقض من خلال الكنيسة أكتر من من أترب الكنيسة إحنا بدنا يعني تنظيم المجتمع الفلسطيني بناء مؤسسات وجود أحزاب تدافع وتحمي حقوق هذا المجتمع أنا الصحيحة يعني بدي أتناول قضية السؤال رجاء زعب عمر أنا فاكر سؤالي كتير مهم قضية التشتيت أو تجزئة النضال وهذا هنا لب أنا أعتقد أنه أنا الأوان كأحزاب سياسية أنه نتعامل مع الموضوع بشكل واضح وإكتر جدية هناك عدة طرحات لتناول قضية التشتيت النضال الفلسطيني هناك بعض الطيرات السياسية تقبل بهذا التشتيت معظم التشتيت أذف معظم الأحزاب السياسية تقول أن نناضل في إطار النضال المواطني وليس النضال ضد الاحتلال ولكن في طرح هناك بقول إذا أنت بتغير طبيعة دولة إسرائيل يعني إذا بتمر بعملية ديكلونيزا إحنا عمليا نناضل ضد الاستعمار وليس فقط الأبارتايد هناك استعمار إسرائيلي الاستعمار يقع على 48 ويقع على 67 أدوات الاستعمار تختلف في الداخل أدوات أو القوانين المدنيين سميها قوانين المواطنة في 67 أدوات وقوانين الحكم العسكري أنا أعتقد أن تفكيك الاستعمار الإسرائيلي تغيير طبيعة طابع دولة إسرائيل إلى دولة ديمقراطية ينهي الاحتلال وليس العكس يعني هناك من يدعي أن أنهاء الاحتلال يحول دولة إسرائيل إلى دولة طبيعية ديمقراطية ويتحقق المسواة أنا ما فكر أنه العكس صحيح تغيير طابع دولة إسرائيل وجوهر دولة إسرائيل يؤدي إلى إنهاء الاحتلال حين تتحول إسرائيل إلى دولة ديمقراطية عادية طبيعية ينتهي الاحتلال وهذا يحتاج إلى مشروع فلسطيني جامع للفلسطينيين أينما وجدوا يعني نحن بحاجة بالدرجة الأولى أو بالمرحلة الأولى إلى مشروع فلسطيني داخلي يوحد كافة الطيارات الفلسطينية بالسقف الأدنى لمواجهة دولة إسرائيل وبحاجة إلى إعادة بناء مشروع وطني فلسطيني ينطلق من الواقع الجديد لإنهاء الاستعمار الإسرائيلي شكرا سأحاول ببرقيات أن أجيب على قدر أكبر من الأسئلة لكن أنا بعتقد أنه هذا النقاش الذي أثارته زاملتنا رجاء وليس في صلب عمليا مقاطع أم غير مقاطع أو في صلب البرنامج السياسي الوطني للشعب الفلسطيني وليس فقط لحزب التجمع أو الجبعة وأنا أعتقد أن الشعب الفلسطيني ما زال أمام خيار وطني معين الأكثرية تدعمه وهو خيار الدولتين وهو ما نتبعه عمليا في العمليين النظليين أنا أعرف أنه أنتم مش متفقين مع الموضوع مش مشكلة بس في أكثرية في الشعب الفلسطيني تتفق وحقه أنك تفكروا بهذه الطريقة وأنا أعتقد أنه هذه جزئية صغيرة من النقاش مع أنه ظلم أحيانا أنه رد على قضايا أيدولوجية سياسية واسعة في أربع دقائق سأحاول الرد على آخر أنا أريد أن أتطرق لقضية أنا عمالي بحاول ألعب المناظرة زي على القوانين نحن لم نقول نحن لم نقول أننا انتقلنا من النضال الشعبي إلى النضال البرلماني نحن قلنا أننا ندمج بين النضال الشعبي والنضال البرلماني لم نتخلى يوما عن النضال الشعبي ولن نتخلى ولن يعود البرلمان عن العمل الشعبي وأنا ما سيأتي الواحد ليكمل الآخر وهكذا كنا وهكذا سنبقى في قضية أنا أعتقد أن الوجود في الكنيسة يعني يحمل أكثر من وجه ويحمل أكثر من هدف ليس كما قلت من البداية هو أداة نضالية وليس هدف مرجو بحد ذاته ونحن ما زلنا مقتنعين أن هذه الأداة النضالية لم تفرغ من مضمونها هذه الأداة النضالية هدفها أولا وأعتقد أي قيادة سياسية يجب أن يكون هدفها أولا قيادة جمهورة وحمايته خاصة عندما يكون يتعرض إلى حملة شارثة عنصرية تستهدف وجوده وكيانه يجب أن تحاول حمايته قدر الإمكان ثانيا يجب أن ترفع صوته عاليا بمعنى العملية الاحتجاجية وثالثا يجب أن تسعى أن تكون حياته أفضل وأن تقدم له جزء من الخدمات التي يحتاجها حتى يقف على رجلي من يريد أن يقول لي بأن هذه ليست أهداف يمكن أيضا الدفاع عنها ويجب الدفاع عنها وفي منبر اسمه الكنيسة وهو منبر أيضا احتجاجي ليس فقط هو منبر تحصيل خدمات هو منبر احتجاجي نرفع صوتنا وهو منبر نحمي من خلال محاولة صد قوانين فاشية اللي بحكي لي أنه وكأنه يعني إحنا مش عايشين في سويسرا نعرف مني إحنا مش عايشين في سويسرا بس إحنا كمان ممكن نكون عايشين في دولة زي جنوب أفريقيا في وقت الأبرتهايد ونحن يعني ماشيين في هالطريق هذا في واجب على أي قيادي أن تحاول التصدي وأنت حاول الدفاع وحماية شعبها وجمهورها من هذه الإمكانية هل نجحنا في أنه نغير موازين القوى داخل الشارع الإسرائيلي بمعنى أن يكون الغالبية اليهودية مع الحزب الشيوعي زي ما نسأل أنه شو فائدة النضال واضح أنه لا لكن أنا أعتقد بأنه تغيير كل فرد في هذه العملية هو عملية صعبة جدا لأن القوى التي تعمل ضدنا هي أكثر بس بالنسبة للأحزاب اللي موجودة خارج الكنيسة وحصلت إذا منحاول نفحص الثلاث قضايا اللي أنا حكيت أنها واجب الأحزاب منلاقي أنها تمحورت الأحزاب اللي أو الحركات السياسية اللي موجودة خارج الإطار الإشي الأساسي يا إما خطاب ديني يحاول من خلال القيادة أو تقديم خدمات مباشرة في استفادة للحركة السياسية منها بشكل أساسي لكن أين العملية السياسية الحقيقية؟ هذا اللي السؤال لازم ينسأل لهاي الأحزاب شكرا سيدة عيدة تومة ننتقل إلى الفريق المعارك وفضلوا هنا فائرة طيب هيك كان في عدة أسئلة وبدي هيك أجمل وفش حاجة أجاوب على سؤال سؤال بس وكمان رح أطرق لبعض الأشياء اللي انذكرت ماشي أربع دقائق بالنسبة لنضالنا إذا هو نضال مواطني ولا إيش نوع النضال تبعنا فبداخل الكنيسة أنا بشوف أنه هو نضال مواطني وبس مش نضال مقاوم يعني مع كل الاحترام طبعا هو نضال بس نضال بنحصر في خانة المواطني إحنا بدنا حقوق أكتر نهيك عن أنه يعني أنا بدي أجمل الاحتلال يكون ديمقراطي ولطيف أكتر بس كمان هو بس إحنا بدنا نحصل أكتر أكتر حقوق فالذي قلنا نقوله إحنا بشكل واضح وبصوت عالي حتى لو نهى الكنيسة الصهيونية بتعطينا كشعب فلسطيني كل حقوقنا بكرة مش رح يصير بكرة تعطينا كل حقوقنا إحنا مقاطعينها لهذه الدرجة شو البديل؟ شو البديل تبع هذا الهي إحنا نرفض التجزئة اللي عملها بتصير وجودنا في الكنيسة وبس بكرسة تجزئتنا كشعب فإحنا منرفض ونقوله إحنا شعب واحد فلسطيني محتل بكل فلسطين أغلب هذا الشعب مهجر ولاجئ ببلدان العالم ببلدان عربية فبدنا ممثل واحد اللي يمثلنا كل آياتنا أنا كثائرة من مدينة الناصري بدي أحس حالي عايشي في وطني الشخص اللي اسمه اللي يد بيدعي إنه هو قائد الشعب الشعب الفلسطيني اللي اسمه أبو مازين أنا بشوفهش بيمثلني ولا هو بيحكي عن حاله إنه بيمثلني هو بيقول أنا بيمثلهاش هاي إسرائيلية أنا باقول إنه أنا بدي مجلس وطني يشمل كل الفلسطينيين في الداخل وفي الشتات وفي الضفة وفي غزة كلاياتنا نقدر نصوت لهذا المجلس والقرارات تتخذ بعهد الأساس أما بما يتعلق في وجودنا إحنا في داخل دولة الاحتلال فوضعنا خاص ووضعنا مركب الشاب اللي سألني بركزات القوانين العنصرية بزياد إذا إحنا طلعنا من الكنيسة يعني ياريت نقرأ الواقع شوية صغيرة أحسن ونركب نظارات شوية أخمل نطلع على 64 سنة لورا إذا القوانين عم بتقل ولا عم بتزيد العنصرية يعني موجودين والأحزاب عم بتزيد عم بتزيد والقائمة عم تنصح عم تكبر القوائم العربية مزبوط فيش كتير نساء في القوائم العربية مشكلة مش هلقد مهم بس المهم إنه يعني في قوائم وعملنا من منلعب لعب الديمقراطية وحسن حالنا إحنا تحررنا وبديمقراطية كل الأحزاب مهم أحكي فيها كمان كم الكلمة أخيرة إذا ممكن كمان رفضنا رفضي ورفضنا للنظام الأبوي اللي موجود في هاي الأحزاب القامع اللي عماله مش عم بيكون لا يساري ولا نظام اللي هو بمثلني أنا بشكل شخص عشانك مش منتمية ولا لأياتها حزب ولا لأياتها حركي كل الحركات والأحزاب الفلسطينية هي أحزاب فيها نظام أبوي واضح وكلنا شايفين وعمالنا بنقرأ الخارطة السياسية وشو اللي عماله بيكون حوالينا فياريت نفتح عينينا شوي أكتر ونختار الخيار الصح لنا كشعب فلسطيني مناضل مقاوم شكرا شكرا نتحول إلى سهيل بخصوص اللي سأل البديل للنظار البرلماني أولا شي إحنا بش احتجاج النقاط الانتخابات نقاط الانتخابات بشكل مبدئي يعني مش ببحث عن بدائل للنظار البرلماني بس في النظار الجماهيري يعني البديل للكناسة أو الجماهير العربية الفلسطينية في الداخل إنه وتشكيل قيادية إلهاً تكلمت مسح حقا الزميل الثانس إنه كل حزب بيمثل برنامجه سياساً إنه لم ييمثلوا برنامج الجماهيري العربية كل حزب يمثل برنامج سياسي فدوح برنامج سياسي في الكنيسة لو إنه بديه مثل جماهيري العربية يجب أن تذهب قائمة واحدة لجماهير عربية إلى الكنيسة لكن escoliese تحزب كل هلهم برنامج سياسي orient الجماهير العربية تشكيل قيادي تضع مطالب الجمهور العربية الفلسطينية أمام الدول جميع المؤسسات لأن الممارسات الانصرية والتمييز الانصري ليس فقط من الحكومة ليس فقط من الكنيست إنما من جميع المؤسسات اللي كان في المحاكم إن كان نرجع لأحداث أكتوبر 2000 حتى المستشفيات احتجزوا المصابين حتى وكتبوا هناك إنه بقعات عيين على كل مصاب وصل المستشفى في أحداث أكتوبر ماذا من بقعات عيين من العيين ضد الثاني فالممارسات الانصرية ليس من قبل جميع المؤسسات وعلى الجميع العربية وضع قيادة إلها أمام كل مؤسسات الدول اللي فينا الطالب في حقوقنا قولت الحقوق اليومية والمدنية هي مسؤولية السلطات المحلية ليس مسؤولية الأحزاب في الكنيست بخصوص يمين الولاء ليس إذا أسقطوا يمين الولاء مناتوا بروع الكنيست ومن ضمنه مضبوط أضاء المجلس بيقسم يمين الولاء بس التكاثر والمحمين لا في القضاء ليس إذا أسقطوا يمين الولاء مناتوا بروع الكنيست هذا موقف مادئي من مجمل رؤيتنا للكنيسة قرار أبناء البلد بالتشكيل التجمع ليس بالذهاب إلى الكنيسة وعشان هيك لم يرشح أي عضو أبناء البلد نفسه في قائمة التجمع في الذهاب إلى الكنيسة أنا أمثل أبناء البلد وبعشو موقف أبناء البلد تشكيل التجمع وليس الذهاب إلى الكنيسة شكرا أنا أشكر الفرقين فعلا كان لنا خطبات بناء في المرحلة الأولى وكانت مرحلة التفنيد فمرحلة الأسئلة من قبل الجمهور والإجابات عليها هل نجح أحد الفرقين أكثر من غيره في رسم ملامح الطريق بشكل أوضح استنادا إلى مبادئ وأسس المناظرة هذا ما ستكشف لنا لجنة التحكيم لكن بعد التصويت إذن ستكون هناك مرحلة تصويت يشارك فيها الجمهور ونذكر أن 60% من النتيجة هي للجنة التحكيم بينما حصة الجمهور منها 40% فقط من التصويت كلنا 40% مجموعة عدد الأصوات 69 42 صوت للفريق المؤيد 27 صوت للمعارض كان المؤيد نجموعة 24.3 على 40% المعارض 15.7 على 40% لجنة التحكيم صوتت كالتالي أربع أصوات للفريق المؤيد نتيجة لم تعجب طرف هذا واضح في الختام أشكر المتحدثين سيدة عيدة تومى سليمان عدو السكرتارية في الجهة الديمقراطية للسلام والمساواة ورئيسة تحرير صحيفة الاتحاد الأستاذ مطانس شحادي عدو اللجنة المركزية في التجمع الوطني الديمقراطي وباحث بمركز مدى الخريق المعارض أشكر جزيز سهيل صليب عدو الأمانة العامة في حركة أبناء البلد فائرة زعب عدو لجنة المبادرة لمقاطعة انتخابات الكنيسة أشكر أيضا لجنة الحكم الإعلامية سنألها بنبيل أرمى لخريجي دورة التناظر رزين عودة سلام الشرقي وبكر ناصر أشكر مركز إعلام بطاقم العاملين الذي أخرج إلى نور هذه السلسلة من المناظرات